يعني انت في وص الناس كلها بتقولي هلا يا خيار فعا نعم نعم هي نعم والراجل كاتب نعم للدستور يعني هي خرجت اي تلا انا ما قلش نعم للدستور انا ماليش دعو بالسياسة المشكلة يا انس وانس اسم جميل انها نفس الجملة الخادعة اللي بيرتكب بها الجراج بكتير جدا ان انا ماليش في السياسة من ساعة ما السادات طلع قال لا سياسة في الدين ولا دينها في السياسة الناس بقى في الرياضة ودخلت بقى لا سياسة في الرياضة ولا سياسة في الفن ولا سياسة في الطبيق ولا سياسة في كل حاجة في الدين نمى السياسة دخلت في كل شيء ظهورك مع شخصية زي قيس سعيد ده هي عين ام ابو السياسة وام الخالط السياسة وياما كتير جدا كتير جدا وعيوا للمعنى ده انس ادباء ومثقفين ورياضيين زيك رفضوا يدوا شرعية لأي موقف سياسي غلط زي بص اداء ابو تريك ملكيش انت ابو تريك ابو تكرهي رفضي صافح المشاهد سيبك من ابو تريك عدين ابو تريك عد يقولك هستكين تجيب لابو تريك بطل الان بي ايه يرفض مقابل ترامب في البيت الابيط اهو يا انس مين بقى البطل لا يا راجل اسمع بس هاتلي قبل مين بقى البطل يا انس بطل الان بي ايه بطولة الانتحاد السلة الامريكية اللي هي اشهر لعبة عندهم يرفض مقابل ترامب في البيت الابيط اللي بعده معلش اللي بعده هات اللي بعده طالما عندك جامبول سارتر يرفض جايزة نوبل حكاية لا تموت ابدا اللي بعده هات اللي بعده صنع الله ابراهيم يرفض جايزة مبارك ويتوق بجايزة شعب استنى بقى يا انس استنى هنا صنع الله ابراهيم ده يا انس عشان ما تعرفوش ده واحد من قدباء مصر تلك الرائحة بقى ورواية الزات صنع الله ابراهيم ده واحد من الكوارث الادب العربي لكنه رجل مش بتاع شهرة ولا زي يوسف زيدان كده لما يعمل رواية ملاش أي معنى يدور يتنطل في كل حتة بيها ده رجل زي ادور خرات كده يعمل بالادب بس هذا الرجل منح يوما ما جائزة مبارك في الادب وكانت اعلى جايزة في مصر رفضها واحرج اللجنة احرجها وغالبا رفض جايزة محمد القزان هات بس بعد كده في حد اما هو او حد تاني رفض جايزة معامر قزافي ومعامر قزافي احرج فراحوا ادوها الجابر عصفور راح استلم تلتمين وخمسين الف يورو محمد عليك لاي رفض المشاركة في حرب بيتنام لمخلفتها تعاليم القرآن فخده فدافع السمن غالية اكلمك عن مين ولا مين يا قنس قنس انا عايز اقولك ان البني قادم مفيش حي اسمها مريش في السياسة انتي وجودك على الارض انتي يا قنس هكلمك بقى بعقش انتي اصلا ما بقيتش رقم اتنين في التنس في العالم وده حقك لان الموضوع سياسي عرفت ازاي قنس لان الاتحاد الدولي للتنس قال مش هنحسب بطولة وينبولدون اللي انت اتنين فيها ليه لان القائمين على وينبولدون قالوا مش هنشارك الابطال الروس عشان حرب اوكرانيا سياسة دي ولا مسياسة وينبولدون قررت عدم مشاركة او استضافة ابطال روس في بطولة وينبولدون السنة دي عشان اعتراضا لحرب الروسية الاوكرانية كانت النتيجة انتحاد الدولي للتنس قال لا البطولة دي مش نحسبها وبالتالي تفضلي يا قنس رقم خمسة على العالم هاتلي يا ابني الخبر ده عشان تصدق اللي انا بقولهولك يعني حضرتك كان مفروض السنة دي تتنقل من التصنيف رقم خمسة الى التصنيف رقم اتنين على العالم اتنين ما بقيتش اتنين لي يا قنس كنت هتخضي الف نقطة ورقم اتنين تفرق كتير قوي قوي اعلانات ورعاية انت رقم اتنين على العالم في التنس ما خدتيش ليه رقم اتنين عشان السياسة عشان وينبولدون رفضت استقبل ابطال الروس عشان حرب الروسية الاوكرانية قام طلع الاتحاد الدولة للتنس قال لا مش هنحسبها مفيش حاجة اسمع كده تدخلوا الابطال يلعبوا وإلا مش هنحسب البطولة ما تحسبتش البطولة كل حاجة دخل فيها السياسة سيبك والله العظيم من البراء المصطنع دي وتقولي اصلي انا وما كنتش اعرف كنتش اعرف كنت دايخة يعني كنت بيترجع يعني انت دخل على واحد دمر المصاري السوري لتونس من بداية 2011 دمره والله لو بن علي رجع تاني الحكم ما كان يعمل اللي بيعمله خيس سعيد ده اي كلام ما تقوله الشيونس انا بس انا انا عارف ان انت بعض التوانسة يزعله مني لكن دي الحقيقة الانسان موقف والموقف دي تحسب عليه وجايز التونس دي او تكريم تونس ليكي انت كان يكفيكي حب الشعب التونسي مش بس التونسي حب الشعب العربي كله الشعب العربي كله كان بيحترمك انما انت وضعت ايدك في ايد واحد الشعب العربي كله بيكرهه ان كان هو ولا فتح السيسي